عن أمير المؤمنين عليه السلام قال إن لهذه الأمة اثني عشر إمام هدى من درية نبيها وهم مني وأما منزلت نبينا في الجنة ففي أفضلها وأشرفها جنة عدن وأما من معه في منزله فيها فهؤلاء الاثناء عشر من دريته وأمهم وجدتهم وأم أمهم وذراريهم لا يشركهم فيها أحد كتاب الكافي الشيخ الكليني الجن الأول صفحة 532 واضح من هذه الرواية أن الأئمة ثلاثة عشر فلأئمة الاثنى عشر المذكورون فيها هم ولد علي عليه السلام أي إنه خارج عن عدد الاثنى عشر الذين أشارت لهم الرواية ومعه أي مع علي عليه السلام يكون العدد ثلاثة عشر فمن هو الإمام أو الوصيء الثالث عشر المقصود في كلام أمير المؤمنين علي عليه السلام لا شك الكلام هنا أيضا عن ابن المهدي أحمد المذكور في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم العاصمة من الضلال